بسم الله السلام عليكم طلاب الصف الثالث ثانوي ومحبي اللغة العربية في كل مكان اول حلقة من سلسلة امتحانات الثانوية العامة للنحو امتحان عام 2019 دور اول امتحانات الثانوية العامة للنحو امتحان عام 2019 دور اول اقرأ الفقرة التالية بعناية ثم اجب عن الاسئلة التي تليها ابناء الطلاب ان من اعظم القيم التي يرتقي بها المجتمع الصدق في الحوار بين الاباء والابناء فانه يقيم الثقة ويجعل المودة تنساب بينهما وبذلك فان الابناء يعبرون عن افكارهم في تناغم جميل ويسهل على الاباء النصحة بالتخلص من الامور غير المرغوب فيها وكونوا ابناء صادقين مع انفسكم ومجتمعكم فنعمة سلوكا ما تفعلون يسعد بكم الناس كل السعادة كل السعادة اعرب الكلمات الاتية الصدق يعبرون المرغوب سلوكا اعرب كلمة الصدق نروح لقطعة نلاقي الصدق قدامنا كلمة مرتبطة بجملة طويلة جدا بتبدأ من ان ليه انا قلت كده لان الصدق مش قبلها حرف جر مباشرة مش مرتبطة بالفعل يرتقي في المعنى ادور على قبل كده لها مرتبطة بان فقدر اقول ان الصدق في الحوار من اعظم القيم يبقى الصدق اسم ان مؤخر بدليل ان من اعظم شبه جملة خبر مقدم لان فيبقى الصدق اسم ان منصوب وعلامة نظبه الفتحة اعرب كلمة يعبرون يعبرون فعل من افعال الخامسة لم يسبقه ناصب ولا جازم ولا دات جازم ولا دات ناصب يبقى فعل مضارع مرفوع بسبوت النون واو الجماعة لازم اعربها ضمير مبني في محل رفع فعل اعرب كلمة رغوب جاء بليها على طول كلمة غير وما يأتي بعد غير مضاف اليه يبقى مضاف اليه مجرور بالكسرة عشان مفرد سلوكا اعرب كلمة سلوكا في جملة فنعمة سلوكا سلوكا قبليها نعمة يبقى ان كده يسلوب المدح والزم لكن سلوكا مش ليست فاعل نعمة بدليل مفاشة لفلام دليلنا مش مضافة وهي مش ما ولا من واحنا اخدنا بعد نعمة اللي بيجي الكلمة المنصوبة دايما تمييز يبقى هي فعلا تمييز منصوب بالفتحة تمييز منصوب بالفتحة استخرج من الفقرة السابقة مصدرا لفعل خماسي وازكر فعله مضبوطا بالشكل عشان استخرج مصدر لفعل خماسي افتكرع طول الدرس او مصادر افعال خماسية ببحث عن شكلين رئيسيين مصدر مبدو بالف وسط وما قبل اخره الف مد على وزن افتعال انفعال افعلال زي احترام احمرار انطلاق عشان فعله مبدو بهمزة وسط دي شكل او الشكل التاني بيدور على اي اسم مبدو بتاء زائدة مع ضم ما قبل الاخر وليه على وزن الفعل زي تفاعل 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 او مثله تعلم تعارف تضحر هام جدا اذا كان الفعل الخماسي المبدو بتاء زائدة اللي اخره الف مثله تعدى يبقى مصدره تعدن او تعديا يعني اقدر احذف الياء الاخيرة او اقدر اثبتها اقدر احذفها لو بدون الف ولام في حالة الرف او الجر لو كانت بدون الف ولام اثبت الياء وعليه مصدر كلمة تعالى تعالن او تعاليا عليها مكتوبة بالقطع بشي شكل ده مكتوبة بالقطع بشي شكل ده نعود للقطع نبدأ نبحث مع بعضينا على اشكال من اللي هن عليها فهن ليه تعال من الفعل تناغمة ولو عدنا الليه تناغم خمس حروف يبقى المصدر تناغم وكمان ألاقي برضو كلمة التخلص الفعل تخلصة ألاقي خمس حروف الشد اللي على اللعن يبقى الإجابة المصدر تناغم فعله تناغمة او تخلص كمصدر فعله تخلصة استخرج من الفقرة السابقة اسما معربا بعلامة فرعية وحددها طبعا نفتكر العلامات الأصلية الأسمية يتضمن للرفع فتحة للنصب الكسرة للجر والعلامات الفرعية للأسماء الواو للرفع الياء او الالف او الكسرة للنصب الياء للجر نعود القطعة كي نستخرج الاسم المعرب بالعلامة الفرعية كلمة صادقين هل لها منصوبة بالياء طبعا نعري بقى كونوا أبناء صادقين صادقين نعطي الأبناء منصوب بالياء لأن أبناء خبر كن منصوب الفتحة يبقى تأكدنا يبقى الإجابة صادقين وعلامة نصب الياء استخرج من الفقرة السابقة نائبا عن المفعول المطلق وبين نوعه على طول افتكر النائب عن المفعول المطلق درس مهم ودايما بيقرر في الامتحانات النائب عن المفعول المطلق تسع عنها إما يكون صفة بعد حزفه زي كثيرا طويلا بس يكون ما حزوف زي نمتو كثيرا ممكن يكون عدده مثل ركاعة الله أربع ركاعات نائب عن المفعول المطلق من خلال العدد كل أو بعض بس يكون مضافتين إلى المصدر مثل لا يتصرف كل الاسراف وكذلك الإشارة إلى المصدر يعني استخدام اسم الإشارة مع المصدر أو قبليه مثله فهمت الدرس هذا الفيه أو أن يكون ضمير المصدر احترامتك احتراما لما احترمه أحد يبقى أنا كده الضمير دي عائد على احتراما يبقى الضمير نائب عن المفعول المطلق أو ما يدل على الآلة زي ضربته عصا رشقنا العدو رصاصا ضربت الكرة رأسا أو مراضف المصدر كلمة تراضف في معناها معنى المصدر فرحت المطلق لأنه مراضف الفرح وكأنه قلت فرحت فرحا ومثلها وقفت قياما قعدت طفل جلوسا رقم تمانية ما يدل على نوع المصدر مثل جلس الولد الكرفصاء أي جلس جلوس الكرفصاء رقم تسعة اسم المصدر وهو يدل على معنى المصدر الأصلي وقال منه طبعا حروف مثل أعنته عونا والله وأنبتكم الأرض نباتة فعونا أو نباتة الاتنين جيين من مصدر أقل منهم في الحروف ومعناه الأصلي من إعانة ومن إنبات لكن حاجة مهمة جدا خلي بالي منها كل اسم يضاف إلى مصدر فعله الموجود في بداية الجملة يصح أن يكون نعيبنا على المفعول المطلق اجتهدنا غاية الاجتهاد الاسم غاية نعيب على المفعول المطلق ليه عشان جاي بعديه مضاف إليه والإناء مفعول المطلق عشنا أجملة عيشة خلي بالي طبعا من الكلمات اللي موجودة في القطعة خلي بالي طبعا من الكلمات اللي موجودة في القطعة اللي دايما عاربها مفعول المطلق مثله جيدا سريعا حسيسا كسيرا طويلا جدا كل الكلمات دي لو لقيتها في أي مكان في القطعة نعود للقطعة وعلى ما تذكرناه معا هندور عن نائب المفعول المطلق من تسع حالات اللي قلناها هنلاقي كلمات هنلاقي كلمات كل في جملة يسعد بكم الناس وكل السعادة فكل هنا نائب على مفعول المطلق نوعه اضافته الى مصدر فكلمة السعادة جاية وراه وهي مصدر من الفعل يسعد استخرج من الفقرة السابقة ضميرا في محل نصب وبين موقعه الاعرابي ابحث في القطعة عن اي ضمير زي ضمائر الهاء كيف الخطاب الاعي المتكلم او اي ضمائر على شرط ان يكون واقع في محل نصب تكون متصلة بانه تبع اسمه او تكون متصلة بفعل كوقوعها مفعول به ولا يهنا كوقوعها مفعول به ولا يهنا انه الهاء في انه وقعت اسمه في جملة فانه يقيم الثقة يبقى الضمير الهاء ضمير مبني في محل نصب اسمه انه وايضا موجود ضمير لكنه محزول في جملة تفعلون لاصل في الكلام فانعمة سلوكا ما تفعلونه فالهاء المحزوفة ضمير مبني في محل نصب مفعول زن ما تعته خط في الجملتين الرجال يدعون الى الصدق في الحوار النساء يدعون الى الصدق في الحوار الاحظ ان كلمة يدعون الاولانية واو الجماعة دخل على الفعل فتم حزف اخر حرف في المضارك يدعو دخلت واو الجماعة على يدعو اصبح يدعون حزفت واو الاولى الاصلية فعشان كده لما اجاوزينها تبقى يفعون الفعل التاني الموجودة هي واو الاصلية من الفعل يدعو دخلت عليها فقط نون النسوة محبين العلم سيحصلوا عليه صوب ما ورد خطأا في العبارة السابقة بعد فكر هلاقي ان اول خطأ كلمة محبين نون جمع المذكر السالم او نون المسنة اذا جاء بعدها مضاف اليه نحزف النون ودي ترجمة لقاعدة حزف نون المسنة وجمع المذكر السالم عند الاضافة فتصبح محبي العلم سيحصلوا عليه سيحصلوا لفعل المضارع السين دي للاستقبال لكن فعل المضارع من افعال خمسة لم يسبقوا اي اداية من ندوة النصب او الجسم فلماذا حزفنا النون هنا خطأ يبقى تصحيح سيحصلون عشان فعل المضارع مرفوغ يبقى التصويب ان محبي العلم سيحصلون عليه تقاطشر طالب وحكم فيها خمسة حكم اكتب الاعداد التي بين القوسين بألفاز عربية صحيحة وغير ما يلزم عند السؤال عن الاعداد وكأن الطالب وقع في مصيبة لكن الامر بسيط وسهل جدا بمشي تبعا لقاعدة معينة للسؤال ده اكتب العدد اضبط التمييز اضبط العدد اعرب العدد بمعنى اكتب العدد اولا بالحروف بالطريقة المناسبة لنطقي فاكتب مسلا سبعة عشرة طالب وخمسة حوالة الى خمس حكم اتنين اضبط التمييز بالنسبة لنوع العدد وانواع العدد لو تتذكرون عدد مفرد كلمة واحدة عدد معطوف بينهم واو واحد وعشرون مسلا عدد مركب كلمتين مع بعض وهو من طرد احد عشر اثنى عشر والفاظ العقود ابص لتمييز كلمة طالب طالب تصبح طالبا عشان سبعتاشر من العدد المركبة وحاكم تصبح حكام عشان العدد خمسة من العدد المفردة يبقى تمييزها جامعة مجرور سالسا اضبط العدد بالنسبة للتمييز والنظر اليه وبالنسبة للتسكير او تيه وبالنسبة للتسكير او التانيز فكلمة سبعة عشر او سبع عشر فكلمة طالب مذكر يبقى سبعة تخالفها فتبقى سبعتو كلمة عشر توافقها في التسكير تبقى بالشكل ده عليها فتحة بدون تعمربوطة على الشيء الفتحة حكم مفردها حكم ومذكر يبقى خمسة تخالفها تذكر معي ان من سلاسة لسبعة تخالف التمييز تسكيرا او تانيسة ويوافقه واحد واثناء المركبتان او المعطوفتان ثم اعرف العدد اي اعرف موقعه في الجملة واضبطه بالشكل تقدم المسابقة سبعة عشر طالبا بسبعتاشر هنا وقعت فاعل لكن عشان هم العدد المركب يبقى مبني على فتح الجزئين بحط على تاء فتحة والراء فتحة وحكم فيها من اللي حكم خمسة فاعل مرفعه الضم وحكم فيها خمسة حكام يبقى الاجابة تقدم للمسابقة سبعة وحكم فيها خمسة حكام في اي في اي مادة تكشف في المعجم عن كلمتي المودة والثقة المودة اشيل احرف الزيادة الف لام وتاء المربوطة والميم تبقى ودة وايضا هي من الفعل ودة لكن على الدال شدة فافك تضعيف تبقى من مادة واو دال دال وكلمة الثقة اشيل الف لام عليها الثقة وانا بقولك اي ثلاث حروف اخرهم تاء مربوطة زي ثقة هبة وهكذا قالب التاء المربوطة واو وحطها قبل الحرفين لقبليها تبقى ثقة وثقة هبة وهكذا بدون تعب ولا ارهق يبقى الثقة وثقة يبقى الاجابة المودة مدتها وددى الثقة مدتها وثقة اسأل الله ان اكون قد افت